دائماً صلت الضوء على الأمور القانونية رغبة مننا أكيد أن نحن نحد من بعض الظواهر وأيضاً ننشر الوعيد الخلافات الأسرية وحالات الطلاق من أكثر الأمور التي تعاني منها المجتمعات وخصوصاً التفكك الأسري من الأمور التي انتشرت مؤخراً في دولة الكويت وبحوارنا القادم سنحاول أن نبحث عن كفية محاربة هذه الظاهرة وخصوصاً تظاهر التفكك الأسري والقوانين التي تحكمها من خلال ضيفنا اللي موجود معنا بالاستيديو والمحامي محمد صفر مسي عليك من خير سيد محمد مسي عليك وعلى أستاذ المشاهدين وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة للكل إن شاء الله والله إحنا ما نريد أن نتناقش في موضوع لا تفك كل أسري ولا الطلاق ولا كل هذه الأمور لكن نحن مجبورين سيد محمد لأننا فعلاً قاعد نشوفها الظاهرة كلمالها وتزيد ويدنا اليوم نعرف المشاهدين أكثر عن قانون الأحوال الشخصية في الكويت شكراً أنت قاعد تشوفها هل في تطور هل في خنقل إنصاف لكل الأطراف الآن لا بكل الأحوال نحن ما ودنا نتكلم به هذا القانون ولكن هي لزيادة الوعي طبعاً وزيادة الإدراك ومنعاً لحدوث أمور قد تساعد في التفكيك الأسري نحن عندما نتكلم عن موضوع الأحوال الشخصية نشوف أن هذا القانون قانون قديم ما فيه تطورات إلا قانون الجحفري السابق اللي كان فيه المجلس السابق الأخير كان فيه قانون جحفري ولكن هذا القانون كان فقط مقنن لقوانين سابقة يعني في السابق كان فيه مذهب في حوال الشخصية السني وكان فيه قانون في المذهب الجحفري ولكن غير مكتوب الآن صار فيه قانون جحفري مكتوب بعض النصوص وبعض المواد تغيرت وتحدثت بنسبة يمكن 5% أو 10% ولكن هذا مكافي يعني لما نشوف هذا القانون موجود من الثماينات فبالتالي هذا القانون أكيد محتاج تطوير أكيد هذا القانون محتاج موائمة مع القوانين الجديدة يعني مثل ما شفنا في قوانين يديدة صارت يعني مثلا عندنا قانون جرائم مكترونية لازم هذا القانون يوائم قانون الأحوال الشخصية وراحش راح الحين شون أن قانون مثلا جرائم مكترونية يوائم الأحوال الشخصية وأيضا في قوانين الطفل هذا القانون يديد فبالتالي هذا القانون مفروض أنه يوائم الأحوال الشخصية مفروض أن يكون كلها تندرج تحت الأسرة نعم بكونكم رجال قانون أكيد تنطرون بعض التغييرات والتعديلات مثل ما حضرتك تفضل من المجلسة اليديدة الآن المجلسة القادمة في أمور تحسون أنها ضرورية الآن التعديل يتم فيها بشكل سريع يعني لو يحضرك شيء تحس أنه الآن لازم هذا يتغير مفروض من أول يتغير مو من المجلسة اليديد يعني بس أنه الآن أريد أن يتغير وما أقول شيء هو سهل بس أن القواعد القانونية الحين الموجودة في القانون الكويتي بالأحوال الشخصية مفروض أنه يتغير مثلا أعطيت مثال يعني مثلا مسألة الشهود الموجودة في الأحوال الشخصية يعني لم يتغير أن أتيب أثنين شهود والشهود هذول من أهل المرأة أو من أهل الزوج ويشهدون مع الزوج والزوج يتيب أثنين شهود يشهدون معها لم يتغير حين الأمور تغيرت يعني الآن عندك وسائل تغنية وسائل أكترونية ممكن أن تكون عندك هذه كدليل في المحكمة وأفضل من الشهود فبالتالي لما نحن يقول مثلا هذه الصورة أو هذه فيديو صح ممكن أن تكون ملعوب فيها إزاي؟ ولكن نسبة صحتها أفضل من نسبة صحة الشهود فبالتالي لما تشوفين القانون الغديم كلها معتمد على الشهود كدليل إثبات في المحكمة وهذا موجود في كل القوانين ولكن مو بها النسبة هذه ومو بها القوة من كدليل يستند عليه القاضي في الحكم لما نحن نشوف الآن كل القوانين حتى القوانين اللي بره متقدمة نحن بالنهاية دولة مدنية يعني ما بأحد يتعذر يقول مثلا القوانين لحوال الشخصية هي قوانين شرعية وهي قوانين مستنبطة من الشريعة الإسلامية لأن كل القوانين البادي وضعية يعني نحن نشوف قانون الجنائي مثلا قانون وضعي لما نشوف القوانين الأخرى قانون وضعية شمعنا لحوال الشخصية لحوال الشخصية مفروض أن تكون في قوانين مدنية تواكب التطور أعطيش مثال يعني نحن لما اليوم نشوف مثلا القانون الفرنسي يعني فيه مادة أذكرها في القانون الفرنسي 129 تقول مثلا أن الزوج والزوجة يعتبرين شريكان في الناحية المادية في الأسرة يعني الزوج لالتزامات والزوج أيضا لها التزامات مادية هذا مو موجود بالقانون الكويتي بس وما قد يسونها شيء يعني هو صح مو موجود يسونها ممكن بطريقة ودية ولكن لما ترجعين حق المحاكم يقول لها الزوج هو اللي يدفع المهر ويدفع المؤخر ويدفع النفقة الشهرية الزوجية ويدفع الحضانة ويدفع الخدامة ويدفع السائق ويدفع الأجار ويدفع كسوة ويدفع كسوة الصيف ويدفع ويدفع شنو 10 ريال اللي بيسوي كل هذا يعني هذي قوانين سابقة الآن المفروض في اللي تتغير يعني لازل يكون فيه مؤساهمة أنت حين قاعد تشوفين أنت مثل ما قلت أنت قلت الواقع أنه قاعد يسير فيه شراحة المرأة قاعدت تاعد يعني هو صحيح يمكن بوديا بس يعني هذا اللي قاعدت تكلم عنه سيد محمد نادر ما نشوف فعلا ريال شايل كل هالأمور والمرأة أبدا مقاعدت تاهم الآن قاعد نشوف بالعكس في حريم قاعدت تحط وما عندها أي مشكلة لأنه بناء عيال بيتها وهذا ريالها وهذه وهذه العيالها فالأمور هذه يعني قاعد نشوف بالعكس في من يتعاون أنت تقصد أن تكون بنفس قانوني أنه أجبار أنا أتكلم أنت الآن خلاصي موضوع التعاون أثناء فترة الزواج بعد الزواج بعد الزواج احتمال أن الزوجين يروحوا لمحكمة إذا راحوا لمحكمة من راح ينصف الرجل لما تروح لمحكمة الزوجة ما راح تدفع خلاص وفي كثير من الحالات المرة ما قاعد تأخذ حقوقها في بعض المرات تقول أنا أنطر يتم إقرار نفقة الأولاد وهذه الأمور مالية عشان هي طلعت من بيتها وفي أمور يعني في عيال يريد لهم كسوة يريد لهم مثل مصاريف تقول أنا ما قاعد أخذ شيء قاعد أنطر بدل السنة سنتين ثلاثة وفي من يرفض أصلا حتى يدفع فيمكن هذه الأمور لا يرفض خلالنا عشان أوضح نقطة بس موضوع التأخير هذا موضوع يختلف يمكن هذه إجراءات وزارية يعني يمكن حتى لو رغاض يصدر حكم يبيلت شهرين ثلاثة عشان تنفدينا موضوع هو ما يدفع أيضا في شيء اسم ضبط حضار منع سفر الأمور الإجراءات التنفيذية ولكن أنا لما أشوف النصوص القانون نصوص القانون أنا الآن أتكلم عن نصوص القانون هل هذا القانون يسمح لي أن أنا مثلا أتحرك من ناحية معينة من ناحية المادية راح تشوفين ريال يدفع كل شيء أصلا لما نشوف أنا الآن متوسط دخل الموظف بالكويت كمثال بقولت ألف دينار جامعي مثلا ألف دينار زين انفصل هذا الموظف عن الحياة الزوجية عنده ثلاث عيال مثلا أهليا راح يتفع ثلاثمائة ألا أربعمائة مثلا ثلاثمائة أو أربعمائة دينار أجار مسكن وأجار وخادمة ونفق حق اليهال والأمور هذه زين شون بتزوج مرة ثانية ما راح يتلت تزوج مرة ثانية حتى ذا تزوج راح تكون عيشتها يعني الله يعينه فإن أنا هو لازم يصرف على العياله بعدين هو لازم يصرف على العياله ما أنا حيش قلت لك أنا من البداية قلت لك أنت ليش ما تتواكبين القوانين الموجودة التطور قصدك نعم لا لا مو عن تطور أنا عشان أوضح شي التطور مو علشان أن أقعد أتكلم من صالح الرجل التطور اللي أنا أقول تتواكبه القوانين الموجودة أنا قلت لك هذا القانون الفرنسي الموجود نعم في مشاركة بين المرة والريال في الموضوع هذا وهذا الوضع لازم يصير أردتش شون نعم إذا ننتقل لي موضوع آخر وأعتقد بما نحن نتكلم عن الأحوال الشخصية ظاهرة الطلاق الآن سيد محمد نشوفه في الزياد ونحن دايما نحاول كثير ما نقدر وأنتو أكيد دايما ويدكم أن هذه ما تكون ظاهرة عندنا بالكويت أن نسبة الطلاق قعد تصير يعني زواج نص اللي قعد يتزوجون قعد يتطلقون وهذه قعد تكون نسب مرتفعة جدا في الأونة الأخيرة فاليوم شنو دون رجال القانون أنتو كنكم رجال القانون شو ممكن نحن نحد شوية من هذه الظاهرة أو نقلل من من الطلاق من حالات الطلاق يعني زيادة الوعي مهم وثاني شي في قوانين لازم تتغير يعني مثلا قبل ما كان عندنا قانون اللي مثلا الزوج والزوجة لازم يفحصون قبل الزواج ما كان موجود هذا القانون اللي يحطه أكيد حد من نسبة الطلاق لأن الزوج والزوجة قاموا يعرفون هل مثلا ذيابة وعيار راح يكون في مثلا مرض بالأبناء ولا لا القانون الفحص الطبي صار واجب ما يقدر شخص يتزوج إلا فحص الطبي صح ولا لا مفروض أن يكون في قوانين بعد سابق الزواج يعني مثلا ليش مثلا ما يكون في مثلا عقد الزواج يكون في صندوق اسمه صندوق الأسرة انت حين شوفين نصر القضايا الموجودة للأحوال الشخصية شنو هي شنو هي ليش ما يكون في صندوق اسرة هذا الصندوق بالنهاية هذا الصندوق يثبت أن أنا الزوج هذا أودعت المبلغ في صندوق الأسرة نفس الصندوق يبين أن المرأة استلمت المبلغ إذا ما تغيرون الغانون يعني إذا ما تغيرون الغانون تخلون المرأة تشارك مع الريال هذا الزوج مثلا دفع مبلغ لفلاني حق الأولاد كله بصندوق واحد بحساب واحد وترى مو صعبة بيرضى الريال أن يكون في قانون إجباري يجبر أن أنت لازم تفتح حساب يسمونه صندوق الأسرة إجباري طبعا وتودع فيك الشهر إيه 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 لأنتي قاعد تحدين تريش كذر قاعد تحدين 60-70% من القضايا الموجودة بالمحكمة بس هل ممكن هنا أيضا يحد يقول الباشر ريال يقول والله أنتو حديتوني بهذا المبلغ وأنا ممكن كان أعطي أكثر منها المبلغ بس هذا اللي رح خلاص لا ما أحدك بمبلغ معين ما تحدد المبلغ قصدك بس أن يكون موجود طبعا يكون موجود هذا المبلغ بحيث أن العقاضي لما يشوف النفقات يطلع على حساب البنك وكل شيء يديد أكيد رح ناس يتخوف منه بس بعد رح يشير شيء عاجل نفس فحصل الزواج في ناس ما كانت راضية بس الطلاق أيضا يعني في أمور اجتماعية بعيدة عن القانون هذه ممكن أن توقيت من الطلاق مثل قانون مثلا أو مقانون نمتكلم مثلا يعني لا تستعجل بالزواج سواء المرأة أو الرجل لا تستعجل بالزواج بالنهاية أنا أشوف الوضع الحالي أن مو نفس قبل تعال مثل ابنية عمرها 14 سنة ولا 15 سنة يزوجونها ولا 17 سنة يزوجونها ما في مشكلة لا وإيضا الزوج التزامات زادت التزامات زادت ومسؤوليات زادت فبالتالي أنا أفضل أن الرجل يكون مثلا بالثلاثين أو مثلا الثمانية وعشرين عساس أنه يتزوج نعم أعتقد حتى في البعض كان يقترح سيد محمد أن حتى مسألة الأصلاح ذات البين لا تكون بعد ما يقررون يطلقون يعني خصر هذه قبل حتى زواج يعني وين فحص الزواج أيضا يقعدون معهم ويعرفون الشاب مع الشابة أن هذا واجباتك وهذا واجباتك ومسؤولياتك في الزواج عشان هم يدخلون ومقبلين على الزواج وهم يدرون كل واحد شن الله وش اللي عليه يعني مو بعد ما تشيل النفوس على بعض قررون يطلقون بعدين يقعدون في إصلاح ذات البين يمن يبي هذه الخطوة تكون قبل شوفي هذا دور الأسرة يعني إيه إزاي هذا دور الأسرة يعني ما يدري مثلا ما يصير واحد يتزوج يقوله دير بالك دير بالك ما يتزوج مدير بالك بس في وائد ناس مثلا ما تدري مثلا ما تفضلت يعني يمكن فيه شباب ترى ما يدري أنه لازم هو يصرف كل شيء يعني هو عليه مثلا الأجار وعليه مثلا البيت وفيه مصروف فيه ناس ما يدري أنه لازم تعطي بعض مصروف وكل هذه الأمور فأعتقد في مثل هذه الأمور هم ممكن تحد شوية من نسبة الطلاق أنه يدري هل أنت قادر خصوصا الأمور المادية ترى هي اللي هي اللي تسبب أغلب حياتها مهمة فعلا مهمة جدا فعلا بس أنا مثلا لتشوفي بقانون الحوال الشخصية يقول لك مثلا فيه إصلاح ذات البين أثناء فترة الزواج في حال وصول الزوج و الزوجة إلى الطلاق قبل الطلاق يتم عرض الصلح على الزوج والزوجة هل هذا فعال أو غير فعال هذا موضوعنا ولكن موضوع النصوص الموجودة تلزم القاضي أنه يحاول الإصلاح بين الزوج والزوجة وفيه عدد معين يقول لك يعني مثلا بالإمية يقول لك عشرة بالإمية يتم الصلح نعم عن طريق المحكمة غير ما نحن نقول هذا دور الأسرة ودور الفرد نفسه أنه لما يقرر أن يجدم على هذه الخطة ويجب أن يكون متأكد منها اليوم هل ممكن يكون لكم أنت دور يعني أستاذ محمد هل ممكن الشخص يروح لك المحامي وتعرف الأمور القانونية طبعا شوفها يعني متى يكون دور المحامي يعني مثلا لما تروحين مثلا أنت حين تشوفين الأحوال الشخصية تي مثلا زوجة تريد ترفع قضايا طبعا لها حقوق مثلا حقوق النفقات الزوجية حقوق الأبناء حقوق المؤخر المسكن المستقل من الأمور هذه هذا الوقت هذا زين بدلا أن تروحين مثلا ترفعين سبع ثمان قضايا زين بالأحوال الشخصية كلها على الزوج قاعد تكلف الزوجة والزوج ويمكن بعد سنتين ثلاث حينما تخلصت للقضايا في شيء يسمى عقد الصلح حق لي البنود اللي أنت تابعينها بشرط أنها تكون معقولة زين حق لي البنود اللي أنت تابعينها ووقي على العقد وانت الزوج ووقي على هذا العقد عشر لا تروحون يصير خمس ست قضايا خمس ست بنود تعال وقع عليها وترفع قضية واحدة يكون فيها حكم كأن الحكم القضائي كأن الحكم قضائي فبالتالي أنت ليش تروحين حق موضوع مثلا برفع النفقات إذن نفس الموجود بالعقد الصلح نفسها أنت بالنهاية رح تأخذين بالمحكمة وإيش رأي إذن إحنا سواء كانوا الريايل ولا حريم وهمش درهم إذا في البعض يتهم البعض يتهم المحاميين يقول والله المحاميين صاروا تجاريين أوهو أصلا ببدال قضية صلح الوحدة يقولك لو الله أنا خلأ أخذ خمسة قضايا مع بعض وبالنهاية أنا الكسبان فالناس اللي تلجأ للمحامي حتى بالقضية بداية لقلتك أنا قلت شي أنا قلت شي الآن موضوع العقد الصلح الكل يعرفه يعني أنت إذن أنا محامي ولا أنت مذلعة إذن صالت نسوي عقد إذن أنت كواقعين وإذن أنا موقع هذا الشيء بديه ملازم المحامي يقول أصلا إذن بس مو الكل يعرف لا إذن هذا عقد إيه بس مو الكل يعرف أنت لما تروحين تشتريين أي سلعة إذن ترى مجرد إذن أنت تشتريين السلعة وقبول إذن البايع هذا يعتبر عقد إذن موافقة هذا يسببون العقد العقد ترى ملازم يكون مكتوب إذن يكون العقد فهذا أنت قاعد تمشيين وتسويين عقود يتمنذني عن نفسك هذا اسم عقد إذن فبالتالي هذا العقد يعني ترى وايد محاميين تكلموا عن الموضوع العقد وأنا سمعتهم بالتلفزيونات وسمعتهم بالسوشيال ميديا وسمعتهم بايد مقالات أنه في شيء يسمع عقد الصرح رغم اثنين يعني الشخص لما يكون مقدم على هذه الخطوة أكيد لازم هو يكون مدرك شنو خطورتها وشنو لازم يكون موجود هل في شيء بديل إذن إذا ما شاف أنه في شيء بديل معناته هو الهمال منه يعني أنت لازم تأخذين القوانين كلها أو تأخذين مثل الأمور كلها بشكل شامل أنت ما عرفت موضوع الصرح فبالتالي إهمال منك أن أنت ما عرفت موضوع الصرح وما أعتقد أنه في أحد ما يعرف موضوع الصرح عقد الصرح والله مع الأسف الهدف من وراء هذه اللقاءات أن ننور الناس في الجوانب القانونية في شريحة كبيرة سيد محمد الحدري عندهم هذا الجهل في القانون خصوصا في قوانين الأحوال الشخصية يمكن بس يعرفون والله أنا ما يطلق أنا أدري أنه سأخذ مننا فقط خدامة وبيت وكل هذه الأمور بس التفاصيل هذه يمكن فيه وائد ناس يجلونها وما يدرون حتى أنه ممكن يطول بس أنا بضيف نقطة أن ترأوه مدور المحامي أنه يقول مثلا في كذا في كذا في كذا مدور المحامي دور منه الشخص يقول مثلا أنا خصوصا مثلا الأحوال الشخصية مثلا الزوج يقول أنا أبي طرق هو يمحدد هالشيء هذا ممكن أنت لما تقول أصلا العقد الصلح يقول أنا به هالشيء هذا وأنا دافع فلوس يقول عقد الصلح أنا بطرق فبالتالي مو دوره هو الواقع أنه يقول وقال لكن مهنيا مو دوره أنه يقول في عقد الصلح في مثلا لا ترفعه هني لا ترفعه بصوبة ثانية بس وهو مو دور المحامي أنه يوجه وينصح يعني بالنهاية أوجه من ناحية قانونية إيه من ناحية قانونية يقول لك والله هذا غضية الطلاق خلاص توكل على الله في غضية الطلاق ما تقترح عليه أمور أخرى أنا أقترح أوكي وأدري أنه في المحاميين يقترحون إيه ولكن مهنيا مو دوره يعني أنت لا تحملين واحد مو دوره وتقول لي ليش ما سويت عرفت شون هو هي مفوضة ويكون عارف ترى حطي باله ترى بالحوال الشخصية هذا خط الأحمر رايح لخلاص ما في يعني يسوي كل شيء آخر شيء وصل حق المحامي يعني يعني راح مثلا العادة يعني الأغلب أنه راح مثلا حق الأبو وقالت ترى أنا بطل وراح حق مثلا أصدقاء استشارهم وراح حق الأم وقال لهم و الأبو أبو الزوج راح قاعد معه أبو الزوجة هذا الغالب يصير نسين بعدها بعدها ديك الساعة يتخذون هذا الإجراء لما يتخذون هذا الإجراء يروحون حق المحامي فهما يشوفوا كم خطمة وماشي أو راح وراها لين يوصل حق المحامي عرفتش شون نعم فهما يون وهم على قولة ما بذنهم ماي معنا فيه والله وائد محاميين يعني وقف الموضوع من المكتب حتى ما وصل و تم الصلح وبالعكس أنه تواصله مع الأطراف وحلو ويصير أنا أقوله ولكن مهنيا هو مو ملزوم يعني هو مو ملزوم بالنهاية المحامي أنه يروح يصلح هو مو خصائي إنه اجتماعي هذا دور خصائي اجتماعي أعتقد لتقصد أنه دورا من ناحية القانونية ناحية القانونية وليس من ناحية الاجتماعية قبل الله أختم معك سيد محمد يمكننا أن تطرقنا لكل المواضيع لكن ما تطرقنا لحقوق الأبناء حقوق الأبناء بعد الانفصال روايد أهل ترابع يدروا أن عيالهم لهم حقوق حتى ما بعد الانفصال يوم دائما يفكرون حقوق المالية في قانون صادر وقانون كبير فلو نتكلم اليوم عن القانون تشوف اللي تم وضعه فعلاً يحفظ حقوق الأبناء بعد الانفصال نوعاً ما يعني القانون الموجود قانون الطفل فيه نصوص كثيرة ويختلف عن قانون لحوال الشخصية فهذا القانون لو تطبقين 100% راح تشوفين فيه عدد كبير من الأشخاص مدانين ثم تطبيق 100% إذا طبقتي 100% ليش؟ تعطينا مثال يعني يقول لك مثلاً لا يجوز تعنيف الأبناء حلو؟ شلو أنواع التعنيف الموجودة بالقانون نزيل؟ التعنيف مو بس بالضرب طبعاً نزيل؟ والضرب موجود التعنيف بالرفاض التعنيف الجنسي فيه تعنيف نفسي فيه ويد أمور صح فبالتالي لو تطبقين هذه الأمور راح تشوف فيه نسبة كبيرة مدانين فبالتالي هذا قانون الطفل هو صحيح فيه قانون وفيه نصوص نصوص رادعة ولكن بالنهاية هذه النصوص غير مفعلة بشكل كامل يعني مثلاً القانون الطفل ممكن مفعل منه 30 إلى 40% وترى هذا القانون مو بس بالكويت هذا القانون موجود على مستوى العالم ولكن نسبة تفعيل هذا القانون تختلف من دولة إلى أخرى نعم يعني احنا تشوفي خلنا نتكلم أنا بيقول بس موقف صار صديق مثلاً كان عندي بكندا وكان عيالي يدرسون بكندا مرة من المرات الأخصائي الاجتماعي في المدرسة قال لها ترى ولدك فيه مشكلة قال لها شون عرفت كان يقول لها وائد كان يبتسم ويضحك ولكن ما أشوف ما قام يضحك ما قام يتفاعل عندك نادر استدعاء ولي أمر سوالة بالمدرسة قال لها هل عندك مشكلة بالبيت شون شوفوا شون دقيقين مع الأطفال ليش لأنه من نهاية هذا راح إذا أنت صلحتين من البداية راح يكون فرد إيجابي بالمجتمع ولكن إذا كان سلبي راح يكون علا تراتب عليها وائد مشاكل وممكن جرائم وعقد نفسية ووائد أمور طبعاً نحن اليوم نتمنى أن نوصلنا على أقل المعلومة للناس بما يخص قانون الأحوال الشخصية حتى لو بشكل عام ومبسط والهدف أن يكون مبسط بحيث أن الناس تستوعب بعض المعلومات بالنهاية القانون أكيد معقد ودائماً نلجأ لها للاختصاص ونحن دائماً نتعشم فيهم خير المحامين فيهم خير البركة والكل يريد أن يعطي ويساعد لا يوجد محامي أنا صدف أن قال أنا ما هو تخصصي ولا أنا أريد أن أساعد بالعكس بايماً ببانككم مفتوحة للجميع وإن شاء الله يقلل من هذه الظاهرة عندنا وإن شاء الله يكون هذا القرار واعي من البداية يكون مثل ما بلش بفرحة يتم طول العمر إن شاء الله بفرحة كل شيء يقول لك المحامي محمد صفر على وجه المحامي أيها كله ويت اليوم استمر ورح نشوف من وضيفنا القادم لكما مع عبد الرحمان